أريد أن أقول أكيد أكيد أن فوز نهاردة كان مهم جدا ومبركة صعبة أمام فريق الوداد فريق النادي الأهلي وإدروا يفوز أكيد الممبران وإنه انحنا حنفظل نقاطل في هذه الممبرات عشان نوصل إلى الدور المقبل ان شاء الله في الدور لأبطال أفريكا your performance day is a very good performance I want to know what mr. waspem badry said to you before the match. yeah before the game mr. captain musam. he does believe how important the game is how we have to play for إحدى ي змال للأجه others and play for the team. And everybody was very ready for this game because you know how important it is to play hard and to win. To release the pressure. The coach has been very helpful and all the coaching crew has been very helpful, even with me and the rest of the players. So I think this is the sense behind our game. سألتو طبعاً على الأداء. النهاردو أداء كان جايب جداً. سألتو عن تعلمات الأهل وكابتن حسام البادري قبل المباراة. كابتن حسام بدري بسك فيه بشكل كبير طلب منهم يضغط على متافع فريق الوداد وأكيد طلب منه كل الطلبات اللي أكيد بتلوها من جميع اللعب النادي الأهلي هم أكيد مبسوطين بالفوز النهارد جونيور I want to ask you are you happy in Egypt are you happy in الأهلي Yes I'm very happy to be here I feel relaxed I feel like I'm home Do you face any problems in Egypt? No 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 I'm at all right now I'm fine my family is fine everybody with me is fine I have no pressure and I have no problem with anybody even with the fans and the coaching crew and the playoffs Everybody is fine with me and I feel relaxed Congratulations good luck Thank you very much thank you طبعا سألتوا سؤال مهم جدا عن هل هو سعيد في مصر هل هو سعيد في النادي الأهلي قال طبعا أنا سعيد جدا في النادي الأهلي قلت له هل بيواجهك أي مشاكل هنا في مصر قال إطلاقا أنا وأسرتي أو أنا وعيلتي مبسوطين جدا في التواجد في مصر نالكا معاملة رائعة طبعا من خلال التواجد في مصر من نادي الأهلي ده طبعا عكس الكلام اللي قاله للأسف اللاعب سليماني كلبالي النهاردة التصريحات المؤسفة اللي قاله للأسف كان لعيب في النادي الأهلي قال أكيد تصريحات مؤسفة جدا عن نادي الأهلي وعن مصر ده طبعا تصريحات معاكسة تماما من لعب أجنبي آخر وجونيور أجاي واحد نجوم الفريق وأكيد عنده صديقات كبيرة جدا باللعابة النادي الأهل عكس المهاجم السابق للنادي الأهل وللأسف ارتدت شرط النادي الأهل وسلماني كل بالي عود عليك يا كابتن فاروق وأكيد في انتظار المزيد من اللقاءات شكرك يا أمير وشكرك بالأخص على